أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم نحن كما تعلمون في رحاب سورة يونس عليه السلام هذه السورة المكية التي تعالج كثيرا من العقائد بدءا من التوحيد إلى النبوة والوحي ونزول القرآن ونبوة رسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وكذلك المعاد في الآيات السابقة في الليالي السابقة تلون آيات تتعلق بمصير الظالمين الكافرين المجرمين وقد شرح الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات المباركة مصيرهم وقال أن لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستقمدون ساعة ولا يستقفر في المقابل كأسلوب القرآن منهج القرآن هكذا عندما يتكلم عن الكافرين الظالمين ومصيرهم يتكلم عن المؤمنين المتقين ومصيرهم أولئك مصيرهم الخسران والعاقبة السيئة في الآخرة ونار جهنم والقسم الآخر المؤمنون المتقون الصالحون هؤلاء جزاؤهم الجنة والبشرة والنعم الإلهية في هذه الآية المباركة التي تلوناها هناك بحوث سريعة نتلوها ونحن الليلة في رحاب مولد كريم أهل البيت وكلهم كرماء الإمام الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه ألا إن أولياء الله ألا أداة التنبيه يعني أيها الناس انتبهوا اسمعوا ترقبوا كأنه يريد أن يعطي إعلانا مهما ألا إن أولياء الله إنكم معلوم شنو معناته بالتحقيق والتأكيد أولياء الله منهم وما معنى الولي والأولياء جمعه الولي وجمعه الأولياء من ولي يلي الشيء الذي يتبع شيئا آخر ويلتصق به الشخص الذي يتبع شخصا آخر أو فكرة أخرى ويلتصق بها حيث لا مجال بالانفكاك بينهما هذا يصير ولي فعندما نقول أن علي عليه السلام ولي الله صلوات الله وسلامه عليه يعني أنه التصق ب ما يريده الله سبحانه وتعالى من ترك كل شيء وراءه والتصق بالله كلمة الالتصاق كلمة غير دقيقة ولكن الاتباع الكامل اللصوق الكامل حيث لا مانع بينهما يصير ولي أولياء الله منهم الآن نقول هذول الشيء يصير وضعهم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عجيب يعني الإنسان ما يخاف البشر لا يخاف من أسد إذا هجم عليه لا يخاف من مرض لا يخاف من عدو هذا معناته يحزنون يحزنون شنو إذا أولياء الله لا خوف عدهم ولا حزن عجيب المفسرون أطنبوا وفصلوا في هذه الآية تفاصيل جدا لطيفة خلاصة تلك الأفتفاصيل أن المؤمن الذي ينقطع عن الدنيا التفتوا هذه الآية جدا مهمة لسأحنا من ريض نقول أنه تشملنا نرجو أن تشملنا ولكن جدا دقيقة المؤمن المتقي هو ذلك المؤمن الذي لا يخاف ولا يحزن شنوان لا يخاف ولا يحزن شوفوا الإنسان الذي ينقطع عن الدنيا كاملا يعيش في الدنيا ولكن لا يهمه زخارف الدنيا وزبرجها بدعاء الندمة شنو نقول زبرجها وزخرفها أو بالعكس هؤلاء الأولياء لا يهمهم الدنيا وما فيها يعيشون في الدنيا يأكلون يشربون ينكحون يسافرون كل شيء موجود ولكن ما يهمهم الدنيا قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى قلوبهم متعلقة بإطاعة الله سبحانه وتعالى هذول قسم خاص من المؤمنين بعض المفسرين يقولون حسب الروايات الموجودة أن هؤلاء إشارة هذه الآية إشارة إلى أصحاب المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لا بأس بهذا لن رواية به بس مو معنات أنه حصرا هؤلاء فقط أئمتنا هذه الآية تشملهم حتما هم أسياد هذه الآية الأسياد التي تنطبق عليهم هذه الآية ولكن الآية التي تليها تقول الذين آمنوا وكانوا يتقون هو يشرح بعض ما يريد أن نشرح منهم هذال الأولياء الذين لا خوفوا عليهم أولا نقول الخوف من يجي أساسا والحزن من يجي الخوف عادة يأتي من الذي يخاف شيئا يقع في المستقبل مثلا بسي من باب المثال حتى شوية نفهم مغزى الآية واحد إذا يخاف أنه أموال تفنى ما ينفق في سبيل الله شايفين بعض الناس يقول أنا إذا أطيت صدقات وزكاة وخمس ما يبقى شيء إلي هذا الفكرة موجودة فيخاف من مستقبله المؤمن المتقم ما يخاف من هذا الشيء يقول كل يبيد الله الرزق بيد الله سبحانه وتعالى الحزن على شيء فات منه ما تولده لا سمح الله القلب يحزن والعين تدمع كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما مات ابنه إبراهيم وقف على قبره ودمعت عينا رسول الله فقال ذاك الصحابي الذي ليس بصحابي قال لماذا تبكي على ولد صغير مات قال رسول الله صلى الله عليه وآله القلب يحزن والعين تدمع ولكن لا نقول ما يسخط الله يعني نرضى برضى الله معنى ذلك أن الإنسان لا يخرج من البشرية يعني المؤمن الولي الذي لا خوف عليه ولا يحزن يعني ما يخاف من شيء يخاف ما يحزن على شيء يخاف يعقوب عندما أتوا بيوسف إخوته أتوا به ليأخذوه إلى الرعي شنو قال قال إني أخاف ملي أن يأكله الذب أحسنتم ألا أول قال إني ليحزنني أن تذهبوا به بالنتيجة والدي هذا ابني أحبه أحبه مو بس أحبه أدري أنه نبي من الأنبياء ويقال أن يعقوب كان يعلم أن يوسف أعظم منه عند الله مقامه عند الله أكبر من مقامه يعقوب نفس الوالد فيحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذب خوف من المستقبل هذا طبيعي هذه الآية التي تشير أنه المؤمن الولي لا يخاف ولا يحزن يعني الأمور المادية متهمة يعيش بين الناس ولكن ليس هو مع الناس ليس يتخلق بأخلاق الناس خب هؤلاء صفتهم شنو الآية التالية نقرأ من الأول ألا انتبهوا يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعض المفسرين كما في بعض الروايات يفسرون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني في الآخرة مو في الدنيا ولكن الآية عامة تشمل الدنيا والآخرة يعني في الآخرة لا يخافون من شيء لأن يدرون لأسا إلى الجنة حزن في الجنة ماكو بعد كل راحة واستراحة هذا صحيح ولكن ليس لنا أن نقيد الآية على فقط الآخرة الدنيا والآخرة هؤلاء من هم صفتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا يعني الآن هم مؤمنين كانوا يتقون يعني مستمرين في التقوى كانوا يتقون كانوا يأتي بالماضي يتقون في المضارع يعني دائما هم في حالة التقوى إيمان وتقوى اجمع هاتين الصفتين عند أي شخص تشمله هذه الآية لا خوف عليهم ولهم يحزنوا نعم المصداق الأجلى لهذه الآية هم الأصحاب المنتجبون الصالحون الذين كانوا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله المصداق الأجلى الأجلى هم الأئمة سلام الله عليه المصداق الأجلى الأجلى 313 نفر الذين هم أصحاب المهدي المنتظر على الجلدات هذا صحيح ولكن لن قيد الآية فقط إلى هذه المصادق بل نقول كما قال كما قالت الآية الثانية من هم هؤلاء الذين آمنوا إيمان أول شيء العقيدة لأن أي عمل بدون عقيدة متفيد ميفيد أبدا شرحنا هذا في الليالي الماضي وكانوا يتقون إيمان بدون تقوى ما يفيد واحد يقول أنا مؤمن أنا مسلم ولكن ما يصلي ما يفيد مؤمن لا يطيع الله هذا شلون مؤمن كأنه يكذب على نفسه يسخر من نفسه هذا النوع من الاستهزاء بنفسه أيضا كاذب هذا الذي هو مؤمن يجب أن يكون عملا مؤمنا وهو التقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون خوف هذول شنئ لهم أول شيء خوف معدهم ثاني شيء حزن معدهم قلنا هم في الدنيا وفي الآخر في جائزة أخرى تأتيهم من الله سبحانه وتعالى الآية الثالثة لهم البشرى في الحياة الدنيا عجيب هذا الدليل على أنه خوف وحزن ماكو في الدنيا أيضا ماكو مو بل بالآخرة يعني لنحصل الآية في الآخرة فقط وبعض المفسرين قالوا أنه هذا عند الموت يأتيهم رسول الله صحيحا صلى الله عليه وآله وآله صلى الله عليه وآله في روايات متعددة أن المؤمن يأتيه الملك الموت أما عزرائيل وإما أخوته وأعوانه لأن عنده أعوانه وإزرائيل ليس وحده يجون لنزع الروح يحضر رسول الله صلى الله عليه وآله ويحضر أمير المؤمنين وفي بعض الروايات تحضر فاطمة سلام الله عليها هذا لا شك فيه هذه بشرة ولكن الآية ما تقول فقط هذه تقول لهم البشرة في الحياة الدنيا بعض المفسرين قالوا في الحياة الدنيا هذا كان بعده في الحياة الدنيا يعني بعده ما ميت ولكن أغلب المفسرين يقولون البشرة حالة معنوية نفسية روحانية تطرأ وتحدث عند الإنسان المؤمن المتقي الذي لا يلتفت إلى الدنيا هذا معنى البشرة دائما هو في بشرة حسي بيننا وبين أنفسنا إخواني إذا واحد ما يعتقد بالله ولا يعتقد بالدين ولا يعتقد بالوحم ولا يعتقد بالقرآن ولا يعتقد بجبرائيل الذي ينزل على الأنبياء ولا يعتقد بالعمل الصالح والإيمان ولا يعتقد بالأخلاق والمثل العليا ولا يعتقد بالمعاد هذا شلون يعيش نحن الآن الحمد لله لازم أن نشكر الله سبحانه وتعالى أنه نحن لا أقل مؤمنين يسمون في درجات عليا أنه لا خوف عليهم ولا هم يحسنون نأمل أن نكون من أولياء الله ولكن لا أقل نؤمن بشيء قدرة فوق كل القدرات وهو الله سبحانه وتعالى نعتقد بربوبيته نعتقد بهيمنته نعتقد أنه يرانا أنه يرصدنا أنه يربينا أنه خلقنا رزقنا هذه الحالة شنو تعطي تعطي حالة من الاستقرار النفسي بعض المفسرين فسروا هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا هذا بعدين نعتقد بنبوة الرسول نعتقد بإمامة أمير المؤمنين نعتقد بسيدة نساء العالمين سلام الله عليها نتوسل بهم عندنا ملجأ عندنا مأوى عندنا من نرجع إليه في ملماتنا بعدين نعتقد بالمعاهد إذا ظلمنا إذا ظلمنا نصبر حتى يأتي الله في يوم القيامة ويأخذ ثارنا مشكل نعتقد أهم من كل شيء أن إماما منتظرا مهديا سيظهر في هذا العالم بإذن الله سبحانه وتعالى ويطهر الأرض من الفساد والرديلة صلوا عليه وعلى آله الله سبحانه وتعالى محمد هذه الاعتقادات اجمعها كلها ذني احنا ما ملتفتين شنو احنا ما أريد نبدأ عنفسنا بس أريد نقيم الوضع الاعتقادات هذه كلها اجمعها 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 مع بعض إذا اقترنت بالعمل الصالح أيضا إذا اقترنت بالتقوى شي صير صير بشارة حالة معنوية تحدث عند الإنسان لا يخاف ولا يحزن لا يخاف ولا يحزن مو أنهم ما يخاف من إجريه دي مثلا يخاف من إجريه دي خاصة النساء طبعا ولكن مو معناته أنه خوف عام عنده دائما فيه اضطراب نفسي الكافر دائما فيه اضطراب نفسي ما يدري إل واش وجد إل واش يعيش وين رايح لا يعتقد بالجنة لا يعتقد بالنار لا يعتقد بالثواب لا يعتقد بالعقاب بيش في الموجود تافه بيش شكل احنا لأنه نعيش الأجواء الإيمانية في أنفسنا وفي ضمائرنا من حس تلك البشرة الجديد يحس الجديد الذي لم يكن يؤمن ثم آمن بالدين وآمن بالله وآمن بالأئمة وبالنبوة وبالمعاد هذا كل من تسأله يقول أنا عندي الآن راحة نفسية ارتحت بعد عندي ضمان عندي ملجأ وهو الله سبحانه وتعالى هذه أيضا من تفاسير لهم البشرة من التفاسير الأخرى لهم البشرة في الحياة الدنيا يعني عند الموت كما قلنا أن رسول الله يأتي ويبشره أمير المؤمنين يأتي ويبشره في الآخرة الملائكة تستقبله هذه الكثير موجود في آيات قرآنية يسلمون الملائكة تسلم على المؤمنين عندما يريدون أن يدخلوا الجنة سلام عليكم هكذا يقومون لهم يلقون التحية عليهم هذا أيضا بشرة بعدين الله يقول لا تبديل لكلمات الله كلمات يعني حكم الله قضاء الله سنة الله هذه كلمات الله لقد وعدنا بالنصر لقد وعدنا بظهور الإمام المهدي لقد وعدنا بالآخرة لقد وعدنا بالثواب والجزاء في البرزخ لقد وعدنا أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نيابة عن الرسول صلى الله عليه وآله بإذن الله بيده الكوثر ويسقينا من جام هذه كلها بشائر هذه هذه معود من الله سبحانه وتعالى هذه لا تختلف لا تمحا لا تبديل لكلمات الله الله عندما يعد لا يبدل لأن الله ليس بعاجز ولا خائف فلماذا يبدل واحد سئله قال له ل واحد من العلماء سئله قال له هل قد ثواب الله يعطي لأعمال بسيطة شنو هذه يقول مثلا في الرواية أنه إذا زرت الإمام الحسين صلوات الله عليه اللهم ارزقنا زيارته وزيارة بقية لأعمى عليهم السلام هل قد ثواب شنو هذا العالم شاف هذا ما يفتهم هوايا شلون يشرح له قال له احنا بخلاء ولكن الله أكرم الأكرم يريد يبذل يريد يعطي معطاء عطوف كريم أكرم الأكرمين أرحم الراحمين ولكن يقبل اليسير ويعفو عن الكثير كما في الدعاء اللهم اقبل مننا اليسير واعفو عننا الكثير هذه الحالة عندما تحدث عند الإنسان المؤمن يحس بالبشرة يحس بالراحة لا خوف عليهم ولا هم يحسنون فالآيات التي تلوناها يمكن أن تطلت تخليها عامة لأن إشارة في الحياة الدنيا مأكو في الآخرة مأكو لن نحصرها على شيء معاليات إذا شفنا رواية تحصرها هذه من باب المصادق يعني إذا قالت الرواية أن هذه الآية تشمد أصحاب الإمام المهدي هذا ليس معنى تحصر لهذه الآية بل الإتيان بمصداق من مصاديق هذه الآية تجل من تجليات هذه الآية لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله بعدين الله هو الذي يتكلم بالحق يقول ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر الفوز الذي نتصوره نحن ضيقوا الأفق ضيقوا الفكر أنا أقول عن نفسي أفكارنا ضيقة نفكر الفوز أنه يربح سيارة في المسابقة شنو يسموها في المباراة مثلا يفكر أن الفوز أنه ينجح في البكالوريو جينا هذا يفرح الإنسان أبوه يفرح أيضا ما يخالف ولكن هذا ما فوز عظيم عندما يقول ذلك هو الفوز العظيم يعني نحن من ندري شنو في مستقبلنا في الآخرة نلخص لكم الجنة تعرفونها بس من باب هذا تذكير ما رأت عين ولا سمعت أذن أو أذن ولا خطر على قلبي أحد شنو هذا؟ هاي الجنة يعني كل ما تفكر ما شايفة أنت كل ما تفكر ما شايفة ولا سامعة أيضا وإحنا دعنا نسمع نعم الجنة دعنا نقرأ دعنا نشوف بس مو هذا أعظم من هذا ولا خطر على قلبي أحد يعني أنت ما تقدر تفكر أصلا ما تقدر تتوهمه تتصوره ولا خطر على قلبي أحد هذه الجنة ولذلك الله يقول ذلك هو الفوز العظيم الفوز العظيم هذا ما دام هالشكل يا رسول الله ولا يحزنك قولهم تسلي للرسول لأن هذه السورة مكية عندما كان يرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أذى قريش وأذى قومه وأذى المشركين يقول الله له ولأصحابه في ذلك العصر ويقول لنا أيضا نحن في هذا العصر أيضا في ضيق المؤمنون في ضيق يا إخواني صحيح ولا يحزنك قولهم الاتهامات والتهم والتكذيب والافتراءات لا يحزن كذلك إن العزة لله جميعا كل العزة لله وبيد الله بعدين هو السميع العليم يسمع كلامهم واتهاماتهم وخرافاتهم وعليم بذلك فلا يحزن هذه خلاصة الإيمان والتقوى خلاصة هذه الآيات شنو صارت صارت أنه المؤمن المتقي لا يحزنه شيء ولا يخاف من شيء لأن النتيجة يعرف أن العزة كلها لله سبحانه وتعالى أيها الحسن المجتبى صلوات الله عليك ونحن الليلة في ذكرى ميلاده إخواني الإمام المجتبى هو آية كريم هو آية كريم أنا عندما تتأزم الأمور عندي أتوسل به ويعطيني فورا بيربالكم اللهم صلى على محمد يوم آية محمد فتوسلوا به في هذه الليلة المباركة ليلة ميلاده المبارك ونحن نهنئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهنئ أمير المؤمنين ونهنئ فاطمة الزهراء بميلاد هذا السبط المبارك اللهم اجعله ذخرا لنا في دنيانا وآخرتنا اللهم إنا نتوسل إليك بالحسن المجتبى أن توفقنا لزيارته لزيارة قبره المهدوم ولشفاعته في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يَا مَنْ لَهُ عَمَةِ الْغُدُونَ ترجمة نانسي قنقر